السلام عليكم ازايكو عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة وكل اللي انتو تتمنوا النهاردة جبتلكو محالة يعني بيبيع 99 شنتزمة زي ما انتو شايفين كده الاطباء والعلب العلب دي معرفش يمكن فهي اربع علب czy 99 اي وف العلب دي الوحده بردو 99 زي ما انتو شايفين في بتاع البوهاراس والكافي والشاي والعائلب دي عربي باردو في المبشرة بتاع التوم باردو حاجات تانية باردو شكلها حلو جميل جدا يعني ايه لو يعني لو تخافي انها تعورك فيها حاجة كده ايه انت بتحط التومية فيها كده وتحكيها في ديان بردو ايه بنحط فيها الزيت والرشو كده في الصينية او في حاجة تانية الرشوشة بتاعتي المهم ترشي تحطها تعملي فيها زيت تعملي فيها اي حاجة ان انت عايزها يعني حاجة تتراش في العلب ديين برضو زي ما انتو شايفين برضو علب جميلة جدا يعني فيها كانها مصفة من جوة صراح حاجات جميلة جدا 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 بس ياريت انا عايزة لايكات كتير في الفيديو دوان وتعاليك حلوة كده يعني زيكو يعني ياريت 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 تعاليك واللايكات واللي مش مشترك معنا يشترك القناة دي القناة مفيدة جدا عارفين دوان الطبع بتاع البورجر اللي بنحط فيه البورجر كده ولا حاجة تانية يعني هي عشان تديني الشكل دوان دولك بلاستيك اه جاملين جدا 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 بلاستيك بواحد يورو دولك بتوع الكافي الكيس دي الجميلة يعني بتاعت الفريزر والحاجات يعني هي البهارات والحاجات بتاعت التخزين محكمة الغلق كده فيها من فوق زي السوستة كده يعني بتستعمليها وممكن تغسله وترجع تستعمليها في دولك برضو زي ما انتو شايفين للبهارات السكر يعني في منهم انواع واشكال بتاع العلب في العلب ديين في العلب في كوبايات برضو كوبايات دي كبيرة شكلها حل بتنسونيش ملايك والتعليق انا هرجع فكاركو ولي مش مشترك معانا يشترك ويشرفنا في برضو اه شافشاء كبير في علب كبيرة في اه العرفين ديين بتاعت الكنس كده بسمها باي باي في هد الحكاكة بتاعت الجزر والبصل والحاجات ديين بالالوان اه بلاستيك في العلب دولك يعني بتوع البهارات انا صراحة اخدتي منهم عجبوني كتير اخدتي كارتون على يعني على بعضها معرفش كان فيها تمانية ولا عشرة ولا والله ماني فاكرة كان فيها كام اه على عموم فيها عدد كبير يعني انا خدتي كارتون على بعضها بتاعت البهارات عشان اغير بتاعت البهارات بتاعتي في الكوبايات البلاستيك ديين بالرس بها الناس اللي عندها عيال صغيرة او ممكن تحطها في الحمام تحط فيها الثانيال والحاجات في المصفى ديين المصفى ديين برضو بالالوان شكلها جميل جدا او لمنخل او مصفى زي ما كل واحد بيسميها في الحاجات ديين برضو ايه ممكن تحط فيها برضو ايه كوبايات او حاجات زي كده يعني حاجات بتاع حاجات المطبخة والحمام زي ما انت عايزة في دولك بتوع الطرط والحلويات في في الشافشاء دون كبير وفي علب كبيرة بس انت دلوقتي شفت حاجة انا عايزها مخاتش بالي منها وانا هناك في المحل حبقى اخدها ان شاء الله في الطوابع بتاع الحلويات زي ما انتو شايفين كده في الفتاحة ديين الفتاحة ديين بالنسبة الناس اللي ما بتتحكمش في الحاجة او الحاجة ما بتتفتحش معاكي ممكن تعمل الفتاحة السيليكون ديين يعني تحطيها وتزود عليها الافل كده وبعدين تلف ان شاء الله تفتح معاكي زي ما انتو شايفين في العلب السيليكون ديين بتاع الحلويات والطرط اا في حاجات كتير 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 صراحة حاجات جميلة جدا شايفين ديين يابادات بتاع المعالق ارخص من كده ما فيش والله العظيم ارخص من كده ما شفت اي محل لغاية دلوقتي اا في دولك يابادات بتاع السوس او البهارات او اي حاجة يعني عايزة تحطي فيها يعني هي تبقى صغيرة جدا منها اشكال وانواع في دولك برضو ايه برضو بتاع يعني بتحط فيهم برضو بطاطس تحط فيهم حاجات تحط فيهم يعني سوس كده سواء في الخارجات او في البيت انا حاجة الوحيدة لان ما فيمتاش واللي فاهمي فاهمي الغطا بتاع العلب زي العلب مش الكنز الساروخ انتو بالمصر ما عاربش ان كل كلام ده يعني كلمة كده الغطا بتاع الساروخ دول بيعمل ايه وبيبيوعوه ليه في الحاجات بتاع الطرط كل الاشكال والانواع هتلاقوها الفتاحة الغطا بتاع الازايز الساروخ دين بيعملو بي انا مش فاهم مصراحة في دولك بتوع العيش او البريوش او اي حاجة يعني تحب تحطوها فيها في الولاعات زي ما انتو شايفين يعني في كذا ممر بتسعة وتسعين رسبار مكازا يا بنت بالنسبة لبنت لها يسألوني على المحل المحل رسبار مكازا في ديهم بتاع تنوار يعني لو عندك يعني ايه حاجة صغيرة كده ما بتقعدش عيد لا في دولك بتتعلق فيهم يعني تعالق فيهم اي حاجة المصافي والحاجات دين في المعالي الخشب والولاعات دين بتاعت الفرن كمان فيها اربعة لا دا فيها خمسة فيها خمس وحدات بتسعة وتسعين دولك للزيت برضو حلوين او الخل او حاجات زي كده في الاطباق الصغيرة دين اطباق غويتة شوية اه صغيرة يعني مش كبيرة اوي بس هي حلوة يعني تنفع لحاجات كتير في منها الوان واشكال برضو حاولتنا انا وريكو يعني او اجيب لكم ودر كمان عشان تشوفو بتسعة وتسعين كل الحاجات دي من غير ما افكركم ان هي تسعة وتسعين شنتيزمة في دولك برضو بتوع المعالي والحاجات والحاجات بتاعت المطبخ زي ما انت شايفها في التفاية دا في دولك برضو ايه عامل زي طواجين صغيرة كده شكلون جامل جدا في الاطباق دي طباق طباق غويت يعني للشربة والحاجات يعني هي اطباق صغيرة مش كبيرة اوي 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 عشان ايي نكونوا واضحين يعني هي صغيرة حلوة في دولك بتوع المناديل في صواني دولك صواني دولك جمال جدا انا واخدة منهم قبل كده حلوين جدا لغاية دلوقتي لسه عندي انا واخدة من الصواني دي من زمان في المصافي دولك في دولك برضو بتوع المعالي في انواع واشكالي عارفين يا بنات كل حاجة منها انواع واشكال في المصافي دولك اللي تحت المصافي اللي تحت دول كبار جدا في اللي احنا بنغرف بهم دولك معرفش اسموهم ايه بالمصري المعالي الكبيرة بتاعت اللي احنا بنغرف بيها. دولك بتوع السلطة والحاجات او مكارونا او اي حاجة او الخروجات للمزوهات او كده. اه شايفين? في الصوان اللي يعني اللي لونها مدور كده. وفي الصوان التاني المربعة. انا حاولت ان انا احط لكم كده تشوفوا الاشكال والانواع. وفي اشكال تاني كتير بس صعب ان انا اوركوا كل حاجة. اتمنى ان الفيديو يعجبكم لو اعجبكم. اه اشتركوا معنا اللي مش مشترك. هيبقى شرف لي والله ان انتو تشرفوني وتنوروني هنا. في المصافي دولك انا حاولت ان انا احطها الكو برضو في الارض. المصفى دولك كبار جدا جدا جدا. في القطاع دي برضو بتسعة وتسعين. شكلها حلو جدا. يعني ما يعني الحجم بتاع معقول. حل. في الحاجات دي بتاع السليكون والخشب اللي احنا بنحط عليها الحاجات السخنة والكلام دوا. في دولك بتاع المكعبات التلج. في المجاك دي برضو. برضو تسعة وتسعين كله بواحد يورو. اه الكوبايات المعلقة دي يعني عارفي دولك بتاع يعني المعيار كده. في برضو تانين بتاع المعيار كفر جدا. دولك برضو ايه بتاع التربيزة كده بتتحط يعني بتتحطي قدام الطبق كده شكلهم حلو جدا والوانهم حلوة. في برضو اللي اطباق اللي انتم شفتم هناك اللي اطباق دي برضو بواحد يورو دي برضو ممكن تحط فيها سكر او حاجات تانية. في الطواجن ديين شوية كبير عن التانية. حبة بسيطة يعني مش كبيرة قوي. في منها اشكال وانواع زي ما انت شايفها طواجن مدورة مربعة كل الاشكال. في اطباق برضو انا ورتها لكم من هناك اطباق كبيرة جدا. في العيلة بدولك والمصافي زي ما انتم شايفين بدولك شوية صغيرين يعني مش صغيرين قوي. بس هما يعني حلوين. في الاطباق دي وفي الاطباق الاولين اللي انا ورتها لكم بتسعة وتسعين في اللي مجاج دي انواع واشكال برضو يعني مج كبير وفي مجاج صغير في المصفى بتاع الحوض والحاجات في يعني زي السلة كده ايه تحط فيها يعني ممكن الاميدو او تحط فيها بصل او تحط فيها طماطم زي ما انت عايزة فيه انواع واشكال وبرضو شفت هنا حاجة انا كنت بدور عليها وكنت لقيها اغلى من كده هرجع اخدها لو عارفين المنظمات بتاع التلاجة انا شفتهم هناك هم آآ ياريت الاقي فيهم ابيض لان عجبني فيهم الابيض انا شفت فيهم الوان والله العظيم في حاجات يعني كده بصور باخد بالي منها وفي حاجات مش واخد بالي منها في منظمات هناك بتاع التلاجة هرجع اخدهم ان شاء الله حلوين جدا لان كان في عدي منظمات تانية وكبيرة وحطتها في المجمد الكبير فديا برضو بتاعت الازاز حلوة جدا وبتاع الشبابيك يعني اللي بنظف بها اي حتة كده يعني ايه منظفات حلوة يعني بتنظف حلو البلتة دي بتاعت الزبال البلتة دي كان جميلة جدا 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 لاني على قد الوقفة وانا عندي منها واحدة بقالها سنين والبلاستيك بتاعها جميل جدا ما تخافوش منها وبواحد يور والله بالعصاية بشكلها بزي ما انتم شايفين عارفين المنظمات دول انا ركزت العلم دلوقتي دولا انا هرجع اخد منهم واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي سلام عليكم